أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله 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 وقال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحفن وقال الذين ينفقون أموالهم من سبيل الله أم لا يبنعون ماهوه منهم لا أذى لهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحفن وقال أيضا الذين ينفقون أموالهم من ليل والنهار سرموا علانية فلهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحفن وقال أيضا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وأكاموا الصلاة وأعجوا الزكاة لهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحفن وقال في آل إبران لا تأسبن الذين مثلوا في سبيل الله يموت بل أخياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من خطه ويسترسرون بالذين لم يلقوا من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحفن وقال في الأنعام ومن آمن وأصلح ولا خوف عليهم ولا هم يحفن وقال في الأعوال ومن اتقى وأصلح ولا خوف عليهم ولا هم يحفن وقال في يونس على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحفن وقال في الأحراب إن الذين قالوا ربنا الله كما زدقان ولا خوف عليهم ولا هم يحفن أي بما يتكفلونه من أمر الآخرة ولا هم يحفن على ما فاركه من أمور الدنيا فارك الله لي ولكم في القرآن الكريم والصلاة والسلامة على سيدي الذين لا خوفنا عليهم صلاة والسلام أما بعد وإعباد الله إذا كانوا من المكاملين في شأنها ولا إعتبار يجد أن تحافق فيهم خاصية تألقصية 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 إعتبار أهدى الله الإيمان بالله واللوم الآخر العمل الصعير الاستخدام لله مع قولهم مسلم انفاقوا الأنوال في سبيل الله سر ومعالانيا وعدم المن والأدى وإقاوة الصلاة وإقاوة الزكاة والبقت في سبيل الله والإصلاح في ما بينهم وبين الله بترك المحرمات والفعل الضاعات وتقوى الله وأخيراً الاستقار وتعالى الدين المناطي لله واستهدوا أن توفرت بكم هذه الصفات كي تفوذوا بهذه المنة التي لا يمكن تفضل منها واكتبروا أنفسكم وانظروا كم معكم من الصفات المهدية إلى هذا القرد الغفر وإذا توفرت لكم بعضها فاصلوا إلى دين البادي أسعد الله تعالى أن يحضر فينا هذا الوعد بطول ما نتكرر به إليه فإنما يتكرر الله من المنتخين وأخيراً عباد الله فلغنا بأن الأرض بأن الأرض ارتعشت بالعاصمة بناهية الواقع فنسأل الله لعنا من الخوف والغزن والنعلم لأن الزلاجل من آلامة الساعة علينا أن نتوب إلى الله ولتكرر إليه من العمال الصالحة بارك الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته